كيف يهمنا؟ ننسى المجتمع وإذا كان لدينا مجتمع سوي نفس سنين روش نعيشه كرحة البيل اللي احنا اللي وجعلها الناس الكل المجتمع سوي لكن خليني يقول بين الظفرين ما لغزمه وثونية قاعدين توا نعيشه في الضغط النفسي للأشخاص بختيك موبرشة نيس احنا قولنا هلانو عندهم ثقافة الصحة النفسية ويتفقد روح وخلينا نقوله ما نطخلوش في مفهوم اللي احنا بلغتنا العامية يقولك مريض نفسا اذا كان مشاه الأخصائي نفسي بشي عالش هلانو الفكرة هذي لازمها في الوقت هذة تتغير سونية هو للأمان مريم كينجيون قارنوا روحنا معناها بعشرة سنين التالي نلقاوا ايلي المفهوم تغير برشة والعقلية تغيرت برشة صحيح ما نيش اليوم ما نيش موصلين للأهداف اللي نحنا نبحثوا عليها ولكن كعقلية اليوم تغيرت نحنا اليوم مثلا وقت اللي تمشي للاولياء وتجي دق الباب تلوج على الأخصائي النفساني مثلا في مندوبية التربية أو الأخصائي النفساني في طب المدرسي والجامعي أو في مختلف المندوبيات الجهوية بولاية القيروان هذا ما يدل يدل على الواعي اللي قاعد ينتشر صحيح بخطاء بطيئة ولكن المهم قاعد ينتشر أنا بالنسبة لي أنا لسما مؤشر إيجابي خلنا نقعدوا في الإيجابي هذه من الحاجة الأولى الحاجة الثانية اليوم معناها حتى معناها بطريقة هكا ضحك شوية اللي من غير ما نشعروا نلقاور وإحنا فما الإعلام زاد سهم بطريقة معناها فكهية هكا شوية في تطوير المفهوم متاع الصحة النفسية من خلال معناها سيت كوم اللي قاعد يتعدى توا سنوات ويتعاود وصغار تعرفوا حافظتوا لذلك اليوم الزغير كتقولوا إيش معناها تبيب نفساني أو إيش معناها أخصائي نفساني ديريكت الغباء غمتاعوا كالسيت كوم هذيك حتى مصغار ولو ينكو بتخميخبينها في طريقة معناها فكهية ولكن الفكرة والعقلية بتتغير بشوي بشوي مهما كانت الأيليات ومهما كان دي ما نقول هذي حاجة بالنسبة لينا تحتسب إيجابية هذي من ناحية ولو نجوز معناها معناها قوساين نفتحه في خصوص السيبكم مش هذيك ولا باش نحطهم في الإتار ما هو هذيك فما معناها ضبابية هنا حتى في المفاهيم بين الأخصائي النفسي والطبيب النفسي معناها خليت المفاهيم تختلط لذلك خير وبسدام بين معناها الحاجات الفكهية قالك كين ينجم يستغل كاميل التويتي يستغل الفرصة هذي وكين قرأ علم النفس سراه ومعناها خدم روحه بطريقة كبيرة بارشة في تار الفكهية هما هوني نأكدوا على الأهمية شفو انتي مانا سنة قاعد يوصل المساج ويتكرر ويتعاود عند الصغيرات سختوه إفكتيف ما سختوه اليوم الصغار اللي هما ولا وكي انتي تقابل صغيرات وتقول لهم انتي شنو تتعرف على الأخصائي النفسيني شنو يمثل كتبيب النفسيني صحيح يعطي معناها متفتح للفكرة وفاهم صحيح الفهم انتاعه ما هوش صحيح مية بالمية هو حتى ليعرف ما هوش فاهم مية بالمية أوليه سانيا ولا واعين أكثر حتى كي جي تتريتي صغيرها خلينا نقوله تغذر للجينب النفسي معاتش احنا عليك التربية امتاع قبل كيفش كنا نتربي ولا ولا تتراعي الجينب النفسي ولو نفهم بعض الأوليه اللي تقاهم خلينا بينا ضفراء مسكرين من الناحية هذه يقول لك الجينب النفسي اي شنوش يعمل لي انا بعد هنا نحن صار علينا وعملنا واذاك هو لكن الحقيقة وقالت وولي وبرشة أمهيت خاصة المتفتحين يمشي يغلو حتى وحدهم يسعوا لقراءة الكتب من الناحية نفسية ومواقع التواصل الاجتماعي اذا دعا عاونت التكنولوجيا الحديثة كيف عاونت في تمرير الصورة الإيجابية على الصحة النفسية معناها مش لازم اليوم كنقوله صحة نفسية معاتش عنا عقلية سمحني بينا ضفرين الكلمة بش نقولها بينا ضفرين قول كي اخي انا مهبول بش نمشي لبسيكولوج هنا هذيك حذفت قاعدة تتحذف بشوية بشوية من العقلية متاع الناس وفي بلاصتها ولينا نقوله هو للأمانة مريوما اليوم فما برشة ناس باركزامبل ما تقولش مشيت البسيكولوجيا يمشي وسحيح اما ما يقولوش من الزنة في عقلية كونا نخاف نخاف لرؤية الناس تتغير كي نقوله مرا مشيت البسيكولوجيا ولو يكون جسد مأزق معناها مؤقت نفسي ضغط نفسي مؤقت معناها وينجم يتجاوزو ولكن استحق كونه اخصائي نفسي او طبيب نفسيني يعاونه من غير ما نمشيو للأمراض معناها تكون حتى حاجة عابرة معناها صدمة ازمة معناها ساعات واحد تثيقته في روحه وتتهز من جراء حدث مهم في الحياة او اتتغا دوك اليوم مزلنا نخبيو على اساس معناها مذا بينا ديما نمشيو يعني انا جنرال مانكي يكلموني يقول لي لي راني منحبش نقول لي انا بش نمشي لبسيكولوجيا يخبيو ساعات حتى يجيبو صغيرهم يقولو لهم ساتي اذي يا ساتي انا نصلح المعلومة نقول لهم لا يجيبو لي صغير ياسور انتي بش يفقد ديجا ثي قافير وفي فيك هو ديجا بش تقولو ساتي على اساس معلمة ومن بعد تطلع هذيك ما هيش معلمة تحكيلو على صحة نفسية وبعض يكتشف اللي هي بسيكولوج ما هيش معلمة في حد ذاته معناها نحنا بالعكس في عوض يمكن نداوي وقعدين نزيدو نعكروا الامور خاصة كونو اللي نعرفو نحنا اللي من اهم المرتكزات متاع اللي التعهد النفسي هو ثقة اللي تتبني ما بين المختص والمريض او الباسيون بصفة عام هنا يا اللعاق الكبير ممكن التمييز كيف ما قلنا احنا بين كون يمشي الاخصائي نفسيني وطبيب نفسيني هذي المفاهيم ما زالت مختلطة عند الاشخاص اكيد فما سونيا في ايد مستهدفة من الصحة النفسية نتواجه لهم هما دياغتهم وهم المستحقين اكثر للصحة النفسية تكون متاحة وما سوية لعلاجهم حتى بطريقة لو احنا ما نقولوها حتى بالكلم تنجم انتي تعالج هما لازم زادة اهل الاختصاص هما اللي يقوموا بالمعالجة ما هو شبنا بوقت اللي نجم يعالج الحالات هذي وما احواجنا احنا في الايام اذية اللي كونا اي مسايل شو نمشي ونتفقد رويحنا ونحكي وبيش نرجع لليتانو غمان امتانو شو كنوما الفئة اكثر فئة تنجم تكون خالينا نقول مستهدفة هو جني غالما نقولو الناس الكل ماذا بيها تعمل تشيكاب مرة في العام على الاقل حتى جوز بيش ترفع على روحها نفسية نظرا للضغوطات النفسية اللي قاعدين نعيشها شو كنو اكثر الفئة المستهدفة من الصحة النفسية اللي نحبو نترقولها احنا بش نجيبك بنفس السؤال اللي انتي سئلتولي و هما الناس الكل مستهدفين بالصحة النفسية خاطر قلنا نحن قبيلة الصحة النفسية لا تقلوا اهمية عالصحة الجسدية اذا انتي معناها شكو المستهدف اليوم بش نبتدخلنا جميلة طرحوا السؤال بش نعاودو السؤال بطريقة بسياغة اخرى اليوم شكو النلي مستهدف بالصحة الجسدية مش تقول لي ناس الكل دو كيف كيف صحة نفسية الناس الكل مستهد فبالصحة نفسية علاش على خطر كيف ما قلتك نحن عنا جهاز مناع طالصحة نفسية متاعنا اللي هو يعاون فينا بش ننجمو نتجاوزو اكد ضغوطات اليمين تعايشوا مع المحيط اللي نحن فيه بش وهذاك الكل يظهر على السلوك متاعنا خطالصحة النفسية هو السلوك اللي انت تقتدي به اللي في وسط المجتمع في وسط محيط في وسط فئة معينة وسط ناس معينين دو كليوم في اي وقت نجم تهتز الصحة نفسية متاع كيف ما اليوم الصحة جهازة متاعك نجم اسملا عليك تقرب تتوجع من حاجتك الحاجة صفابا تتقلق كيف كيف الصحة النفسية راهو نفس السيستام معناه هو اليوم لو كان نجم يقول لك كلمة نجم تتقلق بها جمعة انت نجم يصير لك حدث في حياتك تنجم كيف كيف تتتقلق به او شهرة معناه وان بلوس هذيك الكل تداعيته تتخزن للداخل في اللواعي متاعنا متاعيشو باهم نين بسم الله علينا مبعب تظهر في تماظهرات مرضية هذيك عليش نحن بيش ما نصلوش المرضي ديما نقولو مدامنا في المؤقت والسلوكي قبل ما نتجاوز السلوكي ونمشيو للمرضي ماذا بينا وقت تتحس اقلق وتحسوا انت ما عادش عندك الاليات لتسمح لك بيش تتجاوزك الاقلق هذيك ماذا بيك تمشي المختص السؤال اللي يطرح نفسه اليوم اللي كنت انت يا مريوما اشرت لي في برشا ملاحظات في كلمك من قبيلة قلت الانسان وقتاش يميز وكيفاش ساعا ميزه ما بين طبيب نفسي واخصائي نفسي ووقتاش الانسان يعرف يمشي لاخصائي ولا يمشي هو المعمول به من خلال المنظمة العالمية للصحة الطبيب النفساني هو الانسان المخول الوحيد الي ينجم يكتب دويات دويات الي هي تمس الصحة النفسية ولكن المختص النفسي الي هو لبسيكولوج مش لبسيكاتر لبسيكاتر عاندو لدروات دبسيكريخ دميديكامون عاندو الحق بيش يكتب معناها ولا دويات للمريض متاعو par contre لبسيكولوج الي هو المختص النفساني ما عندوش الحق بيش يعتي دويات إلا في حالات ضئيلة جدا الي هو ما حاجات أباس دي بلانت معناها بيو كيف لوميغا 3 ولا غيرها فاقتالوكم الحاجة النجم يعتاها يقول لك هو التوجه الأولي في أي إنسان يحس بقلق نفسي ساعة قبل ما تمشي الأبسيكولوج والأبسيكياتر يجب أن تتعدى بالجنغاليست تمشي للتبيب عام بعد ما يفحص الصحة الجسدية متاعك ويظهر اللي هو ما عندك حد شيء في الصحة الجسدية متاعك وقته هو وحده يقول لك رك ينزمك تشوفه الصحة النفسية يجب أن نتأكدوا اللي جسدية نحن لبسة علينا بش نجمو نمشيو للصحة النفسية في الصحة النفسية كفاش نعم نمشي حاس براينا نمشيو للبسيكولوج والأبسيكياتر ما فيهش معناها ما نشبش نقعدو نخمو برج البسيكولوج هو اللي يوجه للبسيكياتر دوك تبشي البسيكولوج يشوف الوضعية متاعك علاش على خطل البسيكولوج الأليات اللي يخدم بها ما هيش هي بيدة اللي يخدم بها البسيكياتر ما معناها البسيكياتر حدو يعطي الدويات فقط يعني التشخيص متاع المرض النفسي وليس القلق دوك مش سلوكي مؤقت دوك مرض نفسي يعطي عليها دوي فقط ولكن البسيكولوج ينجمي شخص الحالتي يشخص السلوكي ويشخص المرضي كان مرضي بشي وجه للبسيكاتر بشي يخذ الدوي ويرجع للبسيكولوج بشي يتعهد بيه دوك المعالجة النفسية يقيم بها البسيكولوج المقاييس الكل السلوكية كسوان قيسو ثكين قيسو المهارات الذهنية الكل ما عنده معلاقة باللي تيست دوك بالمقاييس الكل هذيك سي لبسيكولوج اللي عنده الاختصاص هذيك بشي نجم يتريتي البسيون يتعهد بيه للمعالج هكا نكون وخذينا المفهوم كيفيش يكون وحا تلب خصيدر عبرش كونت تتنقلوا بيش توصلوا إذا كان البسيكولوج ولا البسيكيات ترجع للبسيكولوج اللي هو بيش يحكي معاك التخيط ما كيفيش بيش بيش يصير الترابي والخطط وما خطط علاجين فمش كان معالجة نفسية وحيدة ولكن كل إنسان على حسب الحالة متاعه وعلى حسب تركيبة شخصية متاعه وعلى حسب الاليات اللي عنده متحمية ذات يعني مناع النفسية متاعه وقتها يصير معاه برنامج متاع معالجة نفسية مدة حصص معينة اللي هو يحددها المختص وعلى حسب كيف ما قلنا معناها برشة نقاط يخذها بالعين الاعتبار اللي هو المستوثقة في طريقة العيش القلق في حد ذاته الخصوصية متاع القلق اللي هو فيه وفنى مرحلة وفنى حدة وقته هو ينجم يقدم له الخطة العلاجية المناسبة لتتماشى مع الحالة اللي هو فيه ولا تليفونيتهم على 70-35-120 وإلا 77-2889 اليوم العالمي للصحة النفسية الموازية لعشرة أكتوبر من كل سنة ومازال بشيطة أكيد فما تظاهرات سونية في الإطار هذية حول حتى في الإطار هذية وزارة التربية تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية من خلال أسبوع الصحة النفسية بالوسط المدرسي دوك بشيكون فما معناها في معتمديات معينة فما بياسوهم نجموش مالوغزمون غطي والمعتمديات الكل ومؤسسة التربية الكل مع النقص العددي ولكن فما معتمديات اللي بشيطة فيهم أنشطة في معناها من خيطة إطار الأسبوع الاحتفال باليوم العالمي للصحة من خلال الأسبوع للصحة النفسية بالوسط المدرسي هذو ما من بين التظاهرات شاء الله تكونوا في تغطية لمثل هذه التظاهرات خاطر دي ما نقوله أهمية الصحة النفسية على مستوى الفرد واللي بدورها بشتنعكس على المجتمع تاوبعز إذا نخذ معك بكثرة تفاصيل معايير الصحة النفسية لندرائنا ما عندي حتى شيء ما عندي حتى أقلق نجم نمشي لأخصائي نفسيني وإلا لي حتى بشي مشي كيكا جوز تشو فرق قلبي خضر جيني غال مو يقول لك شنو هو بش تفرق قلبك ترتاح نفسانيا تنجم هل أنه هنا يخول صديق من الأصدقاء بحذيك بش تفرق قلبك لفيت بش تفرق قلبك اسكو ترتاح وإلا ليه نشوفوا معايير الصحة النفسية كيف يشتخذون أنتم كأهل الاختصاص مرحب تليفونيتكم على سبعين سفر خمسة ثلاثين وعشرين وإلا سبع وسبعين ميتين وثمانين وثمانين ميتين وثمانين حضر معنا الأخ الصائية والمعالجة النفسية سونيا جبالي تنجم تجيوب على تساؤلاتكم إذا كانت عندكم طرح في مستوى الموضوع هذيه سونيا جبالي تنجم